اعزائي المتابعين كل سنة وانتو طيبين بمناسبة ان انا موجود معاكم وان انتم موجودين معايا ويا رب دايما اتم صحة واحسن حالة النهاردة جاينا نتكلم عن موضوع مهم جدا وهو قوانين ميرفي مين ميرفي ويه القوانين ومتى اول مرة سمعنا عنها ده اللي هنقوله بعد الفاصل قوانين ميرفي مجموعة من القوانين خليط كده بين التشاؤم والكوميديا والسخرية بس اغلبها كويس وبيجي معانا وبنشوفه كتير في الحياة اللي حوالينا ميرفي ادوار ميرفي ده كان واحد شغال مهندس في قاعدة ادواردز الجوية في الولايات المتحدة الامريكية سنة تسعة واربعين مناش دعوة المهم المهندس ده كان شغال في مشروع اسمه مشروع قياس مدى احتمال الجسم البشري للتباطئ المفاجئ في السرعة ايه الكلام الكبير اللي انا بقوله ده خلينا نقلب المهم راجدك ان شغال عن مشروع ان انت لما تبقى سائع عربيتك بسرعة كبيرة وتقف فجأة اللي بيحصل لجسمك هو ده التباطئ المفاجئ او القصور ساعات بنسميه احنا في المصر القصور المهم عمينا ميرفي ده طلع شوية قوانين مهمة جدا 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 منها بيقولك اذا تركت الامور لنفسها فانها ستتجه من سيء الى اسوأ ليه كده عمي ميرفي ميرفي قال كل حل ينتج مشكلات جديدة يعني كل ما تلاقي حل بيطلع له مشكلة مش العكس مشكلة اوليها حل لا ميرفي كان ليه وجهة نظر تانية ميرفي بيقول كتنجح في السياسة يجب ان تدوس فوق مبادئك يعني نقدر نقول ان انت يعني ماشي المهم المصريين ام تسهموا عن ميرفي وعن قوانين ميرفي بغض النظر على الناس المثقفة ودولناس كتيرة جدا في المجتمع المصري ميرفي سمعنا عنه في سلسلة افلام وراء الطبيعة ودي طبعا كانت سلسلة شهيرة وكان بيمثل فيها الممثل القدير احمد امين اللي انا بحبه على المستوى الشخصي المهم موراء الطبيعة سلسلة جميلة جدا جدا تقريبا كانت ست حلقات او خمس حلقات فرجنا عليهم كلهم خلال الحلقات دي كان بيقول بعض القوانين لميرفي وده اللي خلى الناس كلها دخلت ودورت مين ميرفي هل هو متشائم ولا هو بيصخر من الواقع والراجل ده كلامه بيتحقق ولا مجرد نظريات انا قدر اقولكم ان 90% من قوانين ميرفي بتتحقق وخلينا نشوف ميرفي بيقول في قانون من قوانينه ابتسم الان فغدا سوف يكونوا اسوأ لا حول ولا قوة الا بالله يحصل المرأة في المعظم على اقل ما يرغب مناش دعوة ميرفي بيقول السيء يصبح اسوأ لذا فليس هناك سيئا جدا ميرفي بيقول حاجة جميلة جدا وكلنا مرينا بها بيقولك كل شيء يتعطل في الوقت نفسه فعلا انت ساعات كل حاجة بتبص في وقت واحد لا تأتي المصائب فرادة وده اللي هو قاله في المسأل الجاي قالك عندما تأتي المصائب تأتي مجتمعه ميرفي تحس ان هو بيترق على الواقع اللي احنا عايشين فيه بيقولك التوقعات المتشائمة تعطي نتائج سيئة والتوقعات المتفائلة تعطي نتائج سيئة ايضا شكرا نعم ميرفي الفرصة تطرق الباب دائما في اسوأ الاوقات لها حصل كتير مننا جات للفرصة بعد ما كان خلاص عشان كده بنقولكم يغتنموا الفرصة بس الفرصة كويسة ميرفي بيقول حاجة مهمة جدا ومنتشرة في مجتمعنا دلوقتي بيقولك لان يصغي اليك احدا حتى تقول اشياء خاطئا فعلا الناس بتفضل سايباك تقول لغاية ما تقع في الغلط بعد كده بيسمعوا كل حاجة ميرفي بقى بيقول حاجة وهو مسؤول عنها مناش دعوة لا يرحمه بيقولك لا تناقش امرأة عندما تكون متعبة ولا عندما تكون مرتاحة وحر مناش دعوة عمنا ميرفي كان ليه قوانين في الحب بيقول لا فرق بين رجل حكيم و احمق عندما يقعون في الحب الاثنين كلهم متساويين ميرفي كان ليه نظرية غريبة بيقولك التاريخ لا يتكرر ولكن المؤرخين يكررون انفسهم حتى الاغبياء ميرفي منسهمش بيقولك يستحيل تحصين اي امر ضد الاغبياء لان غباءهم مبدع ناس الغبية كل يوم بتورينا حاجات جديدة ميرفي بيقولك يستحيل ايجاد الوثائق الضائعة قبل استبدالها يعني مش هتلاقي بطاعتك الضائعة غير لما تطلع واحدة جديدة والرخصة بتاعتك لو ضعت هتها من الاخر واتصل بالكابتن عبدالباسط وطلع واحدة جديدة ميرفي تقريبا كان عايش في الوادي جديد وكان يسمع عن الضفادع بيقولك اذا اكلت ضفدعا حيا في بداية اليوم فليان يحصل لك امرا اسوأ بقية اليوم فعلا وانت بعد ما تاكل ضفدع هيبقى ايه اسوأ من كده ميرفي بيقول اصغر ثقب يفرغ اكبر اناء فعلا لو انت معاك حاجة كبيرة جدا فيها ثقب تغير ممكن يفضيها كلها فما تسيبش الاناء بتاعك مثقوب حاول ان انت تتصلح فيها ربعا وبنتكلم عن كل حاجة اخر حاجة بيقولها ميرفي بيقولك اذا اردت ان لا يسمع اولادك ما تقول فتظاهر بانك تتكلم معه طبعا الكلام ده مش صح مجتمعنا العربي مجتمعنا العربي تتكلمش خالص دي كانت اشهر المقولات اللي قالها ميرفي واللي احنا سمعنا عنها من قريب مش من بعيد من خلال احمد امين في سلسلة موراء الطبيعة كان معكم احمد سنوسي شكرا